تفقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من المركبات المدرعة المتورة من قبل القوات المسلحة وذلك بحضور اللواء كامل وفائي مدير إدارة المركبات بالقوات المسلحة واللواء أركان حرب محمد عبد الفتاح مساعد مدير إدارة المركبات للتسليح وقد صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس قد تفقد نموذجا مختلفة من المركبات المدرعة التي تم تطويرها بمصانع القوات المسلحة طبقا لأحدث النظم التصميم والتصنيع والتي روعي فيها تصميمها تعظيم قدرات هذه المركبات من حيث تعدد الاستخدامات سواء للقوات المسلحة أو قوات الشرطة المدنية هذا فضلا عن قدراتها على المنورة وارتفاع مستوى الحماية ضد الموانع الأرضية وقد استمع السيد الرئيس إلى شرح تفصيلي من السيد مدير إدارة المركبات بشأن مراحل التصميم والتصنيع والتي أظهرت مدى التطور في تلك الصناعة بما يواكب أحدث الطرق المتبعة عالميا وذلك تمهيدا لعرض هذه المركبات في إطار الدورة الثانية من معرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية أديكس 2021 كما استمع السيد الرئيس كذلك إلى شرح تفصيلي بشأن الإجراءات التنفيذية والحطة الزمنية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر بهدف مواكبة التطور العالمي في هذا المجال